والد الشيف بوراك يخرج عن صمته ويفجل مفاجآت صادمة فهل اعترف بجريمته؟ لا تزال قضية الشيف بوراك تأخذ اهتمام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن صدمهم بقصة خلافه مع والده ورفع دعوى قضائية ضده بعد أن باع مطاعمه في إسطنبول من دون علمه أو أخذ موافقته فكيف رد والده الشيف بوراك على تلك الاتهامات؟ وهل اعترف بجريمة النصب والاحتيال؟ وقع خلاف حد بين الأبي والابن بعد علاقة وطدة جمعتهما مهنيا شخصيا وذلك بسبب ملكية مطاعم بوراك الشهيرة وقيام والده ببيع المطاعم أجنبية من دون علمه ورد رجل الأعمال التركي إسماعيل في تصريحات إعلامية على الاتهامات الموجهة ضده من قبل ابنه بوراك وقال إسماعيل إن الشهرة أعمت ابنه بوراك ويقوم بأعمال خاطئة حاليا منها رفعه دعوى قضائية ضده وأكد أنه لا يوجد تواصل بينهما على الإطلاق منذ معرفته ببيع المطعم وأشر إسماعيل إلى أنه منفصل عن زوجته السابقة والدة بوراك التي تقوم بتحريد ابنها على والده وأنها من تحرضه وقال والد بوراك أنا أسست مطعم المدينة منذ أربعين عاما والشريط لبوراك أربعة سيارات فخمة تتراوح سعرها ما بين أربع مليون دولار وأضاف والشريط له أيضا فيلا يتراوح سعرها ما بين خمس وعشر مليون دولار بموقع استراتيجيه في تركيا وكان بوراك قد أعلن عبر حسابه الرسمي عبر تطبيق إنستغرام عن رفعه دعوى قضائية ضد والده بعد أن قام بالاحتيال عليه وبيع مطاعمه بتركيا وسبب له خسائر فادحة وكبيرة ولم يترك له إلا مطعما واحدا